خليني هاخدك على مسألة احتفاق مصر بالأسماء وبالقامات الكبيرة يعني شخصية العام تلاقي صلاح جهين تلاقي احتفاق بأساس كامل الكلاني وقادب الطفلة تلاقي احتفاق بالدكتور طه حسين على ما يبدو المعرض السنادي لطعم واضح وشديد وقوي فعلا أنا يعني من الحاجات المبهرة جدا في المعرض السنادي أو الحاجات اللي أنا هحبها كمثقف أني في الحاجتين في الاهتمام بالماضي ورموزه والاهتمام بصناع الثقافة السقيلة في مصر زي صلاح جهين زي طه حسين زي كامل الكلاني الاهتمام بالذكرة العطرة لمن فرقونا في العام الماضي وهم يعني كان فرقهم كان موجع زي دكتور صلاح فاضل زي دكتور محمد العناني البترجم الكبير زي أستاذنا ومبدعنا الكبير بهاء وطاهر في هذه اللمسة الإنسانية الوفية وفي هذا الامتداد العميق والمتدبر لتاريخنا وتراثنا عن طريق الرموز اللي بحث فيها وفيه كمان الاهتمام بالمستقبل عن طريق معرض كتاب الطفل المصاحب للمعرض والاهتمام بكامل الكلاني وجعله شخصية العام في معرض كتاب الطفل وكمان الاهتمام بالمستقبل اللي بتجلى فيه طفرة إلكترونية مهمة ومنتظرة وبصراحة كان نفسنا فيها من زمان إنه يبقى فيه هذا التفاعل الإلكتروني هذا الاهتمام الكبير بالمنصات الرقمية الاهتمام بمنصة معرض الكتاب الاهتمام بطرح كتب بدي اف فده يعني معرض شامل ومبهج في الحقيقة إمتى تشعر إنه معرض الكتاب متطور؟ في الحقيقة الإجراءات دي بتخلي الواحد عنده عمل معرض الكتاب بيخطو كل سنة خطوات كبيرة جدا لكن أنا في الحقيقة بحلم بمعرض الكتاب إنه هو يتعدى فكرة إنه عرض الكتب بحلم إنه هو يبقى مهرجان للكتاب مهرجان للكتاب يعني أنا ما عنديش يعني بحلم إنه مثلا يكون فيه مسيرات إبداعية مثلا لصلاح جهين وأغانيه فيبقى فيه مسيرة فيها أغاني سعاد حسني وناس لابسين سعاد فاهم يبقى فيه احتفاء بالنوع ده تخيل مسيرة تبقى تجورة بيعوى بالزبط يعني هو ده بقى تخيل كده جبت صلاح جهين وجبت كل أبطال أغانيه أغنياته أو الكركاتير اللي كان بيعمله فعملت مسيرة كده جميلة للأبطال للأغاني جبت ناس بابستهم نفس الملابس وبتاع فهيبقى فيه مسيرة وبقى فيه حاجة مبهجة على المستوى البصري دي تبهجت فتحول للشكل الكارنفالي ده مش هيبقى كله كارنفال بس هيبقى فيه لمسات إبداعية كده تخلي الموضوع يجذب الأنظار يخلي إحنا دلوقتي بقينا نفكر بالصورة لو أنا ما قدرتش أجذب كل الأجيال لصورة مبهجة لصورة مبهرة لصورة عميقة هخسر كتير جدا جدا فيه ناس كتير ما بقيتش دلوقتي مستصعبة فكرة القراءة بس انت وفرهم المدخل فده من أحلامي لتطوير معرض الكتاب من أحلامي برضو أن تطوير معرض الكتاب يبقى لاخد شكل أكثر فاعلية في التعاون مع الإصدارات المختلفة والأنشطة المختلفة لكل الدول العربية